استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الامريكي الدورس واستعرض الملك مع المسؤول الامريكي خلال لقاء الصداقة بين البلدين بين مملكتي والولايات المتحدة وبحثات تطورات الاحداث في المنطقة حضر الاستقبال الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير وخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العبان ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نيزار مدني وعضو الكونغرس الامريكي فول كوك والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى المملكة وعدد من المسؤولين